تعالوا بقى نروح ونتابع سوا آخر أخبار النادي الأهلي وفرق المختلفة والأنشطة وكمان تدريب فريق الكرة مع مرسلنا شريف شعبان المتواجد حالياً في مختار التيتش في مقار النادي الأهلي بالجزيرة صباح الفل عليك يا شريف تفضل الليلة بقى إيه؟ الأجواء عندك عاملة إزاي؟ تفضل صباح الخير زميل الكريم تحتي لك طبعاً تحتي لكل متابعي ومشاهدي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان في تغطية خاصة وحصرية لشاشة قناة النادي الأهلي من خلف تمرين النادي الأهلي عقف فوز النادي الأهلي بالأمس على فريق البنك الأهلي بهدف مقابل شيء أحراز السوبرستار محمد شريف يرفع رصيد النادي الأهلي إلى ست نقاط بداية قوية جداً لفريق النادي الأهلي بإذن الله رب التوفيقكم معنا بإذن الله ونتوق ببطولة الدوري العام كل المشاهدين عوزيني طمأنه النادي الأهلي هيعمل إيه؟ الفترة المقبلة قبل طبعاً مباراة القمة مباراة الأهلي والزمالك بكرة في مباراة ودية هتكون في الرابعة عصراً على ملعب التتشي مع أحد فرق القسم الثالث فريق المرج طبعاً 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 الأهلي ليه ما راحش جاب فرقة من الممتاز بي لأنه مسابقة الممتاز بي الدوري بتاحها شغال مجموعة البحر بتلعب يوم الخميس مجموعة القيارة يوم الجمعة مجموعة الصعيد يوم السبت فكام مستحيل الأهلي يلاقي فرق من الممتاز بي واجه إلى القسم الثالث. يوم الأربع بإذن الله الأهل يخش معسكر مغلق لقمة الأهل والزمالك. رب بإذن الله كنت توفيق معنا ونفوز على فريق الزمالك عشان نروح للنقطة التسعة ونقترب خطوة مهمة طبعا في الحفاظ أو في الفوز باللقب. من خلف تمرين النادي الأهلي. مبارح اللعيبة اللي شاركت فيه المطش مبارح مباراة البنك الأهلي. مستر بيتسو مسماني الدوم الحرية اللي كان عاوز يجي النهاردة يعمل ريكافرينج واللي عاوز ياخد أجازة النهاردة إدى مجموعة أجازة. وبكرة هيكون الكل متواجد في مران النادي الأهلي ومباراة الودية اللي هتكون فيه الرابع عصرا بإذن الله. الكل اللي بيسأل على الشيناوي. محمد الشيناوي بيشارك فيه المران النهاردة اليوم الرابع على التوالي. يمكن محمد الشيناوي فيه المران بيشارك بكل قوة. ما شاء الله ربنا يكرمه هو وباقي الحراسة علي لطفي ومصطفى الشبير وحمز علاء. الكل بيعلن جاهزيته طبعا لمباراة القمة مباراة الأهلي والزمالك. الكل بيشارك في المران طاهر محمد طاهر وباقي النجوم في المران الكل بيشارك صلاح محصن في أقل من يومين بإذن الله يكون موجود في مران النادي الأهل أجواء أكثر من رائعة الكل سعيد بالفوز أمس الكل عنده ثقة كبيرة واستعداد نفسي كويس جدا لمباراة القمة مستر بيتسو مسماني ومدير الكرة الكابتن سيد عبدالحفيز تتكلموا مع اللعبين قبل بداية المران وتتكلموا عن خلق الصفحة النهائية مباراة الإسماعيلي ومباراة البنك الآلي والتركيز فقط في مباراة الزمالك والفوز في مباراة الزمالك وممكن إنبارح مستر بيتسو مسماني ما كانش عجبه الأداء إلى نوعا ما طبعا والنهاردة أتكلم فيه مع اللعبين أني لازم نظهر من أول دقيقة بكل قوتنا لازم نحاول نحرز هدف مبكر عشان خاطر نساهل الجيم في الفترات المقبلة محاضرة فنية سريعة في أرض ملعب لقط قبول جدا مع اللاعبين عموما نتمنى بإذن الله التوفيق لكل لعبي النادي الأهلي وبإذن الله يكون التوفيق معنا في فترة مقبلة ونفوس طبعا على فريق كبير وهو فريق الزمالك يوم الجمعة القادم بعيد بقى زميلي كريم عن ملف كرة القدم والألعاب الأخرى يمكن فريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي يستعد للموسم الجديد وبالأمس كان بيلعب فريق الاتحاد السكندري على أربعة تشواط والأهلي قدم واحدة من أرواع مبارياته وفاز أربعة صفر اليوم عنده مباراة ودية أخرى طبعا استعدادا للموسم الجديد مع فريق سموحة بإذن الله التوفيق لكل فرق النادي خلينا أقول لك أخيرا يمكن درجة الحرارة مشمسة درجة الحرارة قويسة جدا يمكن جو فيه حر شوي بس في نسمة هوا خفيفة الحالة مررية حوالين النادي قويسة جدا في سيولا مررية كبيرة جدا على كبري 6 أكتوبر وكبري أصر النيل وكبري 15 مايو كل المتاجه إلى النادي الأهلي ينزل الجو مشمس الجو كويس اللي عاوز يلعب رياضة النادي الأهلي فاتح أبوابه والجو يساعد على لعب الرياضة بتمنى يوم جميل لي كريم لكل مشاهدينا وبإذن الله القادم أفضل للنادي الأهلي الانتصارات بإذن الله قادمة للنادي الأهلي أكثر وأكثر عودة لك من جديد زميل كريم تفضل شريف قبل ما نشكرك طبعا وقبل ما تسيبني عايزين بس يريد تطميني على أكرم توفيق لأن أنت طبعا أكيد تابعت المباراة الأمس وشفت هو اتهرس إلى أي درجة فأخباره إيه؟ أكرم توفيق كادمة بسيطة وموجود في المرانة عادية فيش مشكل خالص أكرم لعيب راجل أكرم من اللعيبة اللي بتستحمل كل خبطات برحة هرس بتقول جامل جدا لكن عندنا لعيب كبير هو اسمه أكرم وبإذن الله أكرم موجود بسفة طبيعية جدا في المران ما عندوش مشكلة خالص الحمد لله ربنا يطمنك لعيب طبعا كبير ولعيب راجل جدا جدا أكيد شأنه شأنه كل لعيبة النادي الأهلي كل الشكر ليك زمينا العزيز شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي المتواجد فيه ملعب مختار التش بمقار الأهلي بالجزيرة وصباح الفل عليك ولو فيه فرصة تصبح لنا على اللعيبة كلهم ونقل لهم تحياتي وتحيات كل مشاهدي يعني برنامج عشرة الصبح بالأهلي شكرا لك يا شريف